اشتركوا في القناة لقاب تقدم أصود الأطلس بهدف نظيف من توقيع المهاجم رايان مايي في الدقيقة الثالثة بعدما أحسن استغلال تمرير بينيا من متوسط الميدان سفيان مرابط هذا ولم تستثمر العناصر الوطنية ذات تقدم المبكر حيث حصل ارتباك بين الصفوف قلت معه فرص التسجيل إما لسوء التركيز أو لغياب النجاعة الهجومية خلال جولة الثانية عاد المهاجم المتعلق رايان مايي ليهوز الشباك السودانية في الدقيقة الثانية والستين منهيا هجوما منسقا قاده الجناح مونير الحددي ومنح التفوق لكتيبة المدرب فييدا للوزيش بثنائية نظيفة إذن في الانفاس الأخيرة من المباراة عزز اللاعب عمرالوز التفوق المغربي بتوقيع هدف ثالث في الدقيقة والأخيرة كما ذكرنا بعدما انبار لتمرير دقيقة من البديل أشرف بن شرقي كما شاهدت المباراة المشاركة الأولى في تاريخ لعب الجيش الملكي الظهير الأيمن محمد الشيبي هذا هو علاق المنتخب المغربي لتذكير غينيا كونكري في ختام هذا الدور الأول من التصفية الإفريقية يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء من جهة ثانية اقترب المنتخب الجزائري خطوة أخرى نحو التاهل إلى الدور الفاصل بفوزي أمس على جيبوتي بربعية نظيفة ليوسع فارق النقاط مع بوركينا فاسو إلى نقطتين المنتخب البوركينابي تجرع تعادلا مرا مع النيجر بهدف لمثله ليصبح بذلك أمام حتمية الانتصار على الخضر خلال الجولة الأخيرة إن أراد الاحتفاظ بحلم التاهل إلى المونديال العالمية من جهة أخرى عبر المنتخب المصري للدور الفاصل بتعادله المثير مع أنغولا بهدفين لمثلهما اليوم تتواصل إذن الجولة الخامسة من تصفية القرية تونس تلاقي غينيا الاستوائية نسول قرطاج تحتاج إلى ثلاث نقاط لحسم التاهل قريا دائما بعيدا عن المنتخبات دور أبطال أفريقيا للسيدات فريق الجيش الملكي بنون النسوة إذن تأهل إلى المربع الذهبي من هذه المسابقة الأولى من نوعها في القارة الجيش تعادل أمام ماميلودي سانداوز الجنوب أفريقي سلبيا ليدمن بطاقة المربع الذهبي في الصف الثاني في عن هذا الانتصار والإنجاز نسمع لمدرب الفريق عبدالله هيدامو الحمد لله على هذا التأهيل وكنا نستحقوه ما كانت ممكننا أن نخرج من الدور الأول وهذا أول فريق عربي تمر دور دومي في نار وهذا شارف لنا وشارف الكورة المغربية وشارف الكورة الجيش الملكي خاصة وعامة تشكره الجمهور المغربي بطل المغرب ليزيد من مناسبة الفريق العسكري سيلاقي في المربع الذهبي هاسا كاسا الغانية الذي تصدر بالمناسبة ترتيب المجموعة الأولى وهي المباراة التي تجرى يوم الاثنين القادم أوروبيا والمستهل بالحديث عن تصفية كاس العالم قطر 2022 حيث حسم التعادل الإيجابي هدف كل شبكة مباراة الأمس بين بطل أوروبا المنتخب الإيطالي ونظيري السويسري لحساب المرحلة التاسعة من مباريات المجموعة الثالثة واهدر بطل أوروبا فرصة للحسم مبكرا وعقد مهامته الخاصة بإهدار جورجينيو ركل الجزاء في آخر الأنفس كانت ستمنحه نقاط ثلاث هاما لسكوادرات زورة وبقيت إيطاليا أيضا في استضارة برصيد 15 نقطة بفارق الهداف أمام السويسرا وبالتالي تأجر حسن بطاقة هذه المجموعة إلى الجورة الأخيرة الاثنين المقبل من جهة أخرى باتت إنجلترا على مشارف بلوغ المونديال بعد اكتساح ضيفة ألبانيا بخماسية نظيف عالم العمل ويمبلي بينها الثلاثية للمتألق أريكين وذلك من المجموعة التاسعة اليوم فرنسا تلاقي كازاخستان لتذكير وأديكا يقتربون أيضا من حسم التأهل إلى المونديال العالمي في أمريكا الجنوبية دائما تصفيات كاس العالم انتزعت الأرجنتين فوزا غاية في الأهمية فجر اليوم من أرض منافسة أوروغواي بهدف نظيف تمنى الجولة الثالثة عشر هدف وقعه ديماريا بمهارة عالية وهذه المباراة شهدت دخول اليونيل ميسي في آخر ربع ساعة بديلا وصار رسيدة تانجو 28 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل الأخير ضمن التأهلها رسميا منذ يوم أمس بالفوز على كونومبيا بهدف نظيف إلى إسبانيا اللحظة ومستجدات الأندية حيث أعلن نادي برشلونة عودة المدافع البرازيلي المخدرم دانيال فيس إلى صفوفه في صفقة انتخال مجاني لنهاية الموسم وقال البارسين الفيس يعود للتعاون مع الزميلي السابق في الفريق والمدرب الجديد شافير رانديث عندما ينضم للتشكيل الأسبوع المقبل لكن لن يكون بوسع المشاركة حتى يناير لتذكير الفيس كان قد لعب مع برشلونة بين الفترة 2008 و2016 وهي الفترة الحافلة بالألقابة فاز خلالها بستة ألقاب للدور الإسباني وثلاثة ألقاب لدور الأبطالة وانضم الفيس للتذكير إلى صفوفول البرازيلي في العام 2019 بعد 17 عاما نجحة في أوروبا فهل يتورى ينجح الفيس منه؟